السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسميا الجوازات السعودية تصدر قرارا صرا يساعد جميع المقيمين داخل المملكة وتعلن تجديد الإقامة بدون رسوم لست فئات من الوافدين إلى المملكة إليكم كل التفاصيل متبينة لأول مرة بدأوا قم للاشتراك في القناة تفعيل زر الإشارات ليصلكم كل جديد لا تنسوا دعمنا بيليك لننقل لكم المزيد أعلنت وزارة الداخلية السعودية قرارا رسميا جديدا لتجديد الإقامة بدون رسوم لست فئات فقط وذلك من أجل تخفيف الأعباء وتيسيرا للأمور على تلك الأفراد وفي حالة عدم تجديد الإقامة عموما يتعرض المقيم إلى دفع غرامة مالية وفي بعض الأحيان قد تصل العقوبة إلى الترحيل من الأراضي السعودية إلى حين إتمام عملية التجديد وأوضحت وزارة الداخلية بأن هناك عدة شروط لتجديد الإقامة المنتهية يجب الاتزام التام بها من أجل تجديد الإقامة المنتهية بكل سهولة وهناك عدة طرق للاستعلام عن مدة انتهاء الإقامة سواء كان عن طريق بوابة أبشر الإلكتروني أو من خلال البوابة الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية وعن الفئات المصرح لهم تجديد الإقامة مجانا الأفراد العملون باستفارة السعودية المرأة غير السعودية زوجة المواطن السعودي حامل لي جواز صفر الدبلوماسي الوافدين إلى المملكة ولديهم سوجة وأولاد بداخلها الأشخاص العملون بعقود داخل قطاعات الدولة والمنشآت الحكومية الأشخاص المتدربون الأسكرين في المنشآت الحكومية السعودية وذلك من أجل دعم وتشجيع القوات الأمنية نفسك موسيقى